كيف يكون؟ إن شاء الله ستكونوا بخير حقيقة بصراحة يا برج السرطان في منكم اللي حاسس حاله وحيد من الوضع يعني قافل على كل شي وخلاص دار ظهره وكأنه فقد الأمل ويعني أنا بشوف أنه يعني بعده بيحب الشخص هذي بس عم شوف حالته حاسس بالوحدة فممكن يكون الشخص هذي يعني متزوج إنه طالع لي الورقة هذي كتير أو تزوج ولكني شايفها بعده متمسك فيك يعني ومتمسك يعني إذا كان حدا ثاني يعني متمسك الطرف الثاني فممكن يكون مش قادر يعني ممكن يكون يعني مش قادر يختار بيناتكن أو بفكر بالزواج منك يعني في وجود الطرف الثالث لإني شايفك تعرضت لخيبة أمل كبيرة خلتك تبعد وتتغير وكأني شايفك مخبي يعني مخبي مخبي حزنك جواتك كأنك حدا وحيد كأنك بغرفة وما حدا قادر يساعدك يعني يعني أنا حاسة أنه الشخص هذا يعني محتاج مساعدة ودعم كأنك عم تسأل حالك ليش صار معي أنا هات الشي ليش حضي هيك ليش كل ما بلش الشغلة هذي يعني يعني بيصير هيك ليش ما في حض وليش ما في حض وليش ما في حض ساعدني والشخص هذا شايفه كأنه عارف أنه سبب لك حزن حقيقة حقيقة شايفة يعني عم شوف في حسرة بقلبك كأنها يعني مخلية مكان لليأس شايف الماضي مؤثر عليك أو الظروف اللي حواليك حاسك يعني حابب تغتاح كأنك رايد تروح على مكان تكون فيه لحالك لتغتاح يا برج السرطان وتستشفي وتضم حالك بحالك لأنه هذا هو الشيء الصح أنت لازم تعمل استشفاء لمنكم اللي في الوضع هذا لازم أول شيء تعمل استشفاء لحالك وتحب حالك فاحب بشرك أنه فيه تغيرات جاية بطريقك يا برج السرطان فشو بيقلك تعرف الوضع هذا أنه المساعدة حواليك وأفضل شيء تعمله أنك تتقرب من الله وتدعي وتعمل ميديتيشن يعني تدعي يعني من قلبك جواتك وتفكي بتفكير إيجابي برد النظر عن الشغلات اللي صارت لأنه في النهاية الحزن ما رح يزيدنا غير مشاكل مرض وقلق يعني ما رح يخليك تشوف الشغلات والفرص اللي عم تمر من جنبك فاحب أقولك أنه فيه تغيرات جاية بحياتك يا برج السرطان لأنه طالعا لك ورقة الشمس طالعا لك ورقة الشمس فيه أحداث وشغلات إيجابية جاية بطريقات وهي علامة على فرحة لأنه جاية لك ورقة الشمس الشمس ورقة الحب رح وريها لك يا برج السرطان أنا صحبت أوراك تقنيني بحثة في السرق طالع لك ورقة الحب يا برج السرطان وراء ورقة الشمس فيه يعني شغلات حلوة جاية بطريقك وفرحة فالشمس رح تطلع ورح تضيء ورح تضوي طريقك يعني إما ستصبح العلاقة هذه أكثر انفتاحا أو أنها ستنتهي للسماح لعلاقة أفضل للحصول عليها لأنه الشمس هي تشير إلى أشياء إيجابية احتفال ممكن خطوبة عمل يليق مقامك زفاف وفيه شيء يعني فيه باب يا قرش على ورق المكانون فيه باحب رح ينفتحها إلك يعني الأمور إجت مرتبة يعني مو معقول تكون صدفة يا برج السرطان فيه باب رح ينفتح لك شوهو إجا فوق الشمس فيه باب رح ينفتح لك فيه بداية جديدة أو رح تلتقي يعني مع شخص قريبا شخص جريد وهذا الشخص وفيوفر لك شعورا بالأمان والاستقرار خليني شوف ثاقتك يا برج السرطان حقيقة رح حط الأوراق عشان تشوفوها رح وريها للكون بالشايفة كأنه عم تفكر فيه عم تفكر بناس من الماضي ناس كنت بتحبهم ممكن تكون العيلة لأن هذي قراءة عامة ممكن تكون العيلة أو شخص أنت حبيته يعني كأني حاسة أنه الشخص هذا متزوج أو أنت بعلاقة ولاتية لأنني يعني حاسة أنه الشخص هذا يعني كأنه غير متزوج علاقة ولاتية لأنني شايفك غير راضي غير راضي يا برج السرطان تماما على الشي اللي صار يمكن لأنه كانت عندك أمنية ضاعت لأنني شايفك كأنك عم تفكر بموضوع يا برج السرطان يا برج السرطان كأنك بمفترق الطرق أو عم تفكر بحدا بعيد عليك اكتشفت سواء أنه متزوج أو على علاقة بشخص تاني لأنني عم شوف في مسافة بيناتكم احتمال كل واحد يكون في بلد أو محافظة يعني المهم في مسافة أو الشخص هذا بعيد عليك وطلع من حياتك ولكني شايفه بعده في تواصل فكأني حاسة أنه أنتو صلميت طالع لكم ورقة مرتين يا برج السرطان برج حنون شايفك رح تأخذ موقف وهذا هو الشيء الصح ففي عندك بداية جديدة في بداية جديدة جاية بطريقك فممكن مع شخص جديد يعني أو شخص من الماضي يعني بعدته عن بعض يعني هيك ولسه في ذكرى شايفه كأنك يعني عم عم تطالب يعني بعدالة أو بحكم عم تستنى شيء قرار فشايفك أنا يعني مرتبط بالماضي وبعدك قاعب قابع فيه يعني كأنه لسه ما طلعت من الماضي بشكل نهائي كأني عم شوف في حالة حالة من الافتقاد يا برج السرطان شايفك بيتراقب الشخص هذا وشايف أنه الفرح كذلك فيه من كون اللي عم شوفه تجاوز الوضع هيدا وصار الموضوع ما عم يفرق معوه وصار عم بفكر بحاله وبحياته وأنا بهني الناس اللي بصلوا للنقطة هيدا خلينا نفزع بحب أقول شيء كأني عم شوف يعني فيه من كون اللي متطلقين والشخص هذا كأنه عم بفكر يرجع للكون فهي احتمال يكون تكونش شغلة في الموضوع هيدا بالأيام الجاية للناس اللي مطلقين القراءة هدي رح تبتدي من من 22 إلى 20 أو زيادة شوي في الشهر اللي براه يعني في نوينبير لاني عم شوف الشغلة هيدا عندي كثير رح نرجع لنكمل فمثل ما قلت لك وورقة الشمس كذلك قد تشير إلى فرصة جديدة ستغير مسار حياتك يا برج السرطان لاني شايف عندك في بداية جديدة وفي تجاوز العراقيل كانت واقفة بطريقك رح تدياوزها أو كانت واقفة بالعلاقة يعني ممكن تكون شي عراقي الواجهتك يعني شغلات بالعلاقة هيدا طاعة لك ورقة السبن مع اني شايفة في ناس يعني بعضهم شايفاهم متعلقين يعني متل ما عم تشوفوا متعلقين بشغلة ممكن يكونوا متعلقين بشي حاضة من الماضي هيدا أو عم تشوف الموضوع هيدا معاقد وأنا برجح الموضوع هيدا أكتر هذا بيقلك الورق يا برج السرطان يدعوك الورق إلى التفاؤل والإحساس بالثقة والشجاعة واتخاذ الخطوة التي يتطلب منك القيامة بها الآن فكر في اللحظة هيدا ما تفكر يعني بشغلات لسه جاية بطريقة فممكن الأمور ستنقلب لصالحك واتخاذ يعني الخطوة التي سيتطلبها منك منك إنجازها يعني اليوم يعني إنجاز الأمور وإنهاء ما بدأت في عندي أبراج حاب أقولون بش منزة يعني كل الأبراج صراحة موجودة بس عم شوف التاقة الهوائية كثيرة طاقة الترابية ثور عزراء الميزان كذلك الميزان الصراحة موجود معنا ميزانيات موجودات عندنا. فيه برج القوس والحمل والاسد. الاسديون كذلك التوريون الجديد. قلوني شوف. الجوزاء. صح الجوزاء موجود. الدلو. العقرب. صراحة كل الطاقات موجودة. نس شايف الحمل اه التور الاسد الميزان اه الجديد. العضراء الجوزاء يعني فيه طاقات اكتر. ففي عندك يعني بداية جديدة مع شخص تشعر معه بالامن والاستقرار يعني. لاني عم شوفك لانك قادر على تخطي العقبات. ولكني يعني شايف ان الحبيب يعني متمسك يعني موقفه. وبيفكر فيك. فكأني شايفته اصبح بعد الشي اللي صار اكتر حكمة واتزان. كذلك شايف الشخص هذا يعني كأنه تعبان من موضوعه. فاذا كان متزوج فهو يعني تعبان من الوضع هذا. وشايفان بفكر بالزواج. بفكر فيك يعني حقيقة. فممكن يكون بفكر يعرض عليك زواج. يا برج السرطان. لاني شايفاه غير راضي عن عن الشي اللي صار. الشخص هذا غير راضي عن الشي اللي صار. فيه من كون اه لمطلقين. محاملين مسئولية. تقيلة. شايفاهم يعني اصبحوا منغالقين على انفسهم. وبعدهم اه عم بيراجعوا الشغلات اللي صارت. ولكني شايفك كأنه بعده في مشاعر يعني عندك تجاه الشخص هذا. فالورق بيدعيك ان التقرب الى الله والصلاة والدعاء. ويدعوك للنظر الى ما حولك خارج الافكار السلبية. لانه بيقلك انه في تغيرات ايجابية جاية بطريقك. وفي عندك بداية جديدة. فلا تترك الفرص يعني تضيعوا منك. فحقيقة في منكن اللي اللي ما كان متوقع انه الحبيب رح يعرضوا لخيبة امل. سواء كانت خيانة او حبيب تركك واختفى او اكتشفت طرف تالت او الشخص هذا تخلى عنك. لاني شايفاك بعدك متأثر. بالشي اللي صار واخت زنب. كأنك مش مستوع بالشي اللي صار. شايفاك يعني بعضت عن التجمعات وحتى عن الناس. يعني في منكن اللي بعض عن الناس والتجمعات. لانه الشخص هذا يعني كأنه كان مهم عندك. وصلت عم تفكر بحالك يعني. شايفاك متضايق. زعلان. يمكن لانه الشخص هذا يعني انت عملت شغلات اه كتيرة علشانه او حبيته بصدقة. وكنت شايفه شغلة كبيرة. اه او العلاقة اخدت وقت يعني السنة او تجاوزتها. وسنوات يعني. ولكن رغم هذا الشي يعني شايفاك انك ماشي. ماشي نعم تشق طريقك. لحالك كأنك حامل هم على ظهرك. شايفا يعني احساس يعني. احساس بالاقتقاد. فانت مفتقد الشخص هذا يعني. حبيته كتير. كان بالنسبة لالك شغلة كبيرة. ولكن احب تقولك انك راح تطلع من الادمان هذا. من مشاعر الادمان والطاقة السلبية اللي كنت بها. ورح تنهي الصراعات اللي كانت عم تتعباك. وكذلك طلعت لك يعني. ورح تخلص من الشغلات هذي اللي تعبات. كذلك شايفاك يعني رح تنهي التعلق او التفكير في العلاقة كنت فيها تعبان. يعني خلاص. رح توقف على رجليك. كأنك رح تطلع من علاقة غير صحية لا تشعر فيها بنفسك. كأن الشايفاك ماشي بطريق غير واضح. وجايتك ورقة إليمينيشن. الورقة هذي في عندها معنى كبير. فهي تدعوك للتأمل لأنه بيقلك أن القط مثل ما بتشوفه هون. القط قاعد. القط يعرف أن الشمس هي الشمس وهي تغدي كل الكائنات وتوفر الدفء. هو لا يشكك في وجودها. إنه يتأملها فقط. أحيانا تكون الإجابة مباشرة أمامك. فيجب أن تتأمل بداخلك. يعني أن تتأمل الشغلات لجواتك. وسوف تشعر أن كل شيء يتناسب فجأة معك. دون فعل أي شيء. بطريقة مختلفة. فلافسر الفكرة هذه أكثر يعني باللغة العربية. فسوف تشعر أن كل شيء يناسبك فجأة تماما دون فعل أي شيء بطريقة مختلفة. فأنت يعني بصدد إيقاظ شيء ما بداخلك. يعني في شيء رح تكتشف جواتك. بأنك فقط ألقي نظرة وشعر بالضوء الذي يشع بداخلك. إنه موجود إنه موجود وكان دائما. فقط تذكر ذلك. الورقة هذه عنده معنى كبير لإلك يا برش السرطان. وهي ما إجت صدفة لإلك. يعني في رسالة. يعني أنت جواتك في شغلة أنت لازم تكتشفها. فعموما شايفاك منتصر يا برج السرطان. بعد خيبة أمل. وفي عندك بداية جديدة وأخبار جديدة يا برج السرطان. بالرغم من الشغلات اللي صارت. وبالرغم من إنه ورا الورقة عم شوف في منكم اللي مطعون. يعني برغم السيوف أو الظروف اللي صارت. عم تطيح الشتوية. وهذا فالخير عليك يا برج السرطان. شو شو طالع لك بعد. طالع لك في بداية جديدة جيدة بطريقك. فبدي إيك تتفائل. بدي إيك تغير الشغلات اللي جواتك حتى مهما كانت الظروف. وفي أخبار حلوة. شفت؟ في أخبار حلوة جيتك يا برج السرطان إن شاء الله. فإنت قادر تتجاوز الوضع أي كان يا برج السرطان. حقيقة أنا طولت في الكراءة يدي. لإني سحبت أوراق كثيرة. يمكن نص الأوراق أنتم ما بتشوفوها. لأنه شوية هيك الأوراق دخلتهم مع بعضهم. فإن شاء الله خير يا برج السرطان. لأنه دائماً بيقولوا ما تفكروا به. لأنه في شغلات حلوة جيدة بطريقك. لأنه عم طول عم شوفت في السرطان ياس بيقولوا ما في هيك وصار هيك وصار هيك. إن شاء الله خير يا برج السرطان. لأنه مهما طال الليل أكيد بيطلع الصبح. على كل الناس. وأكيد ما في شي بيضلع حاله. فقط الشغلة الوحيدة اللي بدي إليك ياها. إنه بديك تتفائل وتفكر تفكير إيجابي. لأنه دائماً بيقولوا ما تفكروا به. هو ما سوف تحصل عليه. فالقراءة كثير مبشرة. وإن شاء الله خير يا برج السرطان. وتحية للسرطانيين والسرطانيات.